موسيقى اهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بنقدمها لحضراتكم من داخل اذاعة القرآن الكريم هنتكلم عن الخريطة اللي بتعدها الاذاعة للمستمعين على مدار شهر رمضان الكريم كمان هنتكلم عن البرامج الجديدة وعن الأدعية والمناجاة هنتابع مع حضراتكم خريطة برامج شهر رمضان داخل اذاعة القرآن الكريم اذاعة القرآن الكريم من القاهرة اخوة الإيمان والإسلام فيما لنصحبكم في قراءة لكتابات إسلامية أعدت اليوم شيرين أحمد ماجد ويقرأها عليكم أحمد عبد الظاهر بسم الله الرحمن الرحيم اخوة الإيمان والإسلام نجد في الحياة من ينظرون إلى الشدائد بعيون الأمل واستشراف المستقبل ويواجهون أزمات الحياة بالشجاعة والإيجابية وليس باليأس والسلبية انطلاقا من السنة الكونية التي تقتضيها العناية الإلهية بالخلق رحمة ولطفا بهم والتي تتجلى في حصول الفرق دائماً عقب نزول الأزمات وحلول البلايا أو ظهور بوادر ذلك يقول الله تعالى فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً اذاعة الكرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان والإسلام خمس دقائق نقضي مع تلاوة مباركة لما يتيسر من صورة هود يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود عصفور إحنا موجودين دلوقتي في إذاعة الكرآن الكريم وضفنا لمنورنا الأستاذ أحمد عبد الظاهر مديع في إذاعة الكرآن الكريم هو بيعمل إيه دلوقتي برحب حضرتك يا فامزم كل سنة وحضرتك أهلا بيك وأنتي بالصحة والسلامة وبلدنا كلها مصر الحبيبة في أمن وسلام بإذن الله الناس المشاهدين على طول بيسمعوا مذعين الإذاعة لكن مش بيشوفوهم فدي فرصة كويسة إن احنا نعرفهم على حضرتك وفي نفس الوقت نتكلم عن إذاعة الكرآن الكريم في رمضان أنا أحمد عبد الظاهر كبير المذعين في إذاعة الكرآن الكريم يعني منذ زمن طويل ونحن هنا في الإذاعة من 84 تقريبا أما بالنسبة لرمضان فنقدم فيه مجموعة من البرامج الجديدة يمكن ما يخصوني أنا شخصيا أنا عندي برنامج لغة القرآن بيتناول الإعجاز البياني واللغوي في القرآن الكريم لأن هذا هو الذي تحدى به القرآن العرب كانوا قمة البلاغة وكانوا أساطين اللغة وتحدهم القرآن بأن يأتوا تحدهم ربنا جل وعلا بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة أو بعشر صور فعجزوا فهنا بنبين من خلال هذا البرنامج صورة من صور الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم أيضا هناك برنامج يسمى مناجة هذا البرنامج بيقدم مجموعة من الأدعية سواء نثرية أو شعرية سواء مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أو عن التابعين أو قصائد شعرية سواء حديثة سواء كتبتها أنا أو كتبها غيري من الشعراء أيضا أقدم مسابقة مع كتاب الله في رمضان هي مسابقة تقدم يوميا طوال هذا الشهر وبتتناول في كل يوم من أيامها سؤال حول آية من الآيات التي تضمن أو تتكلم عن قيمة إسلامية الإسلام هو دين القيم الأخلاقية وليس كما يدعي البعض أنه دين الانغلاق أو الرجعية أو غيره إنما هو دين الحضارة ودين التطور ودين حافل بكل القيم القرآن هو كتاب القيم السماوية للأرض أرسله الله لقيا قود هذه الأرض إلى السلام الدائم هنا نتحدث عن قيمة الصبر عن قيمة المساواة عن قيمة الإخاء الإنساني عن كل هذه القيم وكيف تناولها القرآن كل يوم في موضع معين من موضع القرآن في جزء من أجزائه يعني السؤال الأول يكون من الجزء الأول من القرآن السؤال الثاني من الجزء الثاني وهكذا حتى ينتهي الثلاثون جزءا بالنهاية الشهر الكريم هذا بالنسبة لما أقدمه أنا شخصيا أما عما تقدمه الشبكة فهناك طبعا الأستاذ عادل رئيس الشبكة ويخبر حضرتك ببقية الأبعاد التي يمكن التأملها أو الوقوف معها طيب كده إحنا تعرفنا على البروغرام اللي بتعده إذاعة القرآن الكريم لشهر رمضان الكريم فيما يخص البرامج الخاصة بحضرتك لكن خلينا نتكلم عن إذاعة القرآن الكريم بشكل عام سواء كان في رمضان أو قبل رمضان أو بعد رمضان البرامج على طول فيه جديد فيه برامج طبعا سبتة وفيه وقت مخصص للقرآن الكريم وللتفسير تفسير القرآن لكن البرامج فيها على طول تجدد والحمد لله قرآن الكريم يعني بحر لا ينضب فبنستخرج منه موضوعات وأفكار جديدة كل يوم فعيزة حضرتك تكلمني عن الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية والبرامج اللي حضرتك بتقدمه غير رمضان يعني زي ما بقول لحضرتك طبعا هو البرنامج الرمضاني الخاص برمضان فقط وبيتوقف بنهاية رمضان هو مسابقة مع كتاب الله في رمضان أما بقية البرامج اللي حد استحضرتك عنها كلغة القرآن أو مناجة فهي برامج ممتدة طوال العام لا تنقاطع تقريبا ولا تتوقف وبالنامج زي لغة القرآن بقاله ما يزيد على 25 سنة في إزاعة القرآن الكريم المناجة تعدى لعشر سنوات وهو يقدم يوميا فهي برامج يعني غير متوقفة أو غير منقطعة وتستمر وخاصة أن كما أخبرت حضرتك أن الإعجاز القرآني لا يتوقف وكما أخبرت بأنه لا ينضب أبدا ولا ينضب معينه فالقرآن دائما معطاء دائما متجدد دائما كل ما بحثت فيه وجدت الجديد وجدت ما يعجز العقول وما يبهر هذه العقول أستاذا حضرتك بس سأقدم مادة الآن على الهواء لأنه أثى وقتها إذا عطوا الكرآن الكريم من القاهرة أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يلي نصحبكم في قراءة لكتابات إسلامية أعدتها اليوم شيرين أحمد ماجد ويقرأها عليكم أحمد عبدالظاهر بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان والإسلام نجد في الحياة من ينظرون إلى الشدائد بعيون الأمل واستشراف المستقبل ويواجهون أزمات الحياة بالشجاعة والإيجابية وليس باليأس والسلبية انطلاقا من السنة الكونية التي تقتضيها العناية الإلهية بالخلق رحمة ولطفا بهم والتي تتجلى في حصول الفرج دائما عقب نزول الأزمات وحلول البلاية أو ظهور بوادر ذلك يقول الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وعن صناعة الأمل وحسن العمل نطالع ما كتبه فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام في جريدة الأهرام يجنح بعض الناس في وقت الأزمات والتحديات إلى الهروب من الواقع والتعلق بالأحلام والأماني مع جلد الذات وتطقيم السلبيات والتلذذ بالحديث عنها انتظارا لحدوث خوارق العادات التي قد تقلب موازين الأحداث في طرفة عين لذلك ينبغي أن يكون الإنسان ذا همة عالية فسيح الأمل مستشرفا للمستقبل عاملا منتجا للحياة يعطيها كما يأخذ منها دون انتظار وركون كلي إلى تحصيل النتائج وقطف الثمار إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الفترة من الكتابات الإسلامية إخوة الإيمان والإسلام لقد كان من عظيم فضل الله على عباده ومن جميل بطفه بهم ومن واسع رحمته عليهم أن فتح لهم باب توبته ونشر عليهم بصاة رحمته وبسط عليهم جناح عفوه ودعاهم إلى مائدة الرضا والغفران ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فأي فضل بعد فضل الله على عباده وقد أطمعهم في حلمه ورغبهم في عفوه يعصون فيستر عليهم يذنبون فيغفر لهم يسيئون فيعفوا عنهم فسبحان من رحم عباده من ضعفهم ونصرهم على شيطانهم ووعد المذنبين منهم إن تابوا أن يبدل سيئاتهم حسنات وليس ذلك بعجيب ولا غريب على الله لأن الله هو القائل في القرآن الكريم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول عز من قائل في الحديث القدسي ما غضبت على أحد غضب على عبد أتى معصية فاستعظمها في جانب عفوي فلو كنت معجلا للعقوبة أو كانت العجلة من شأني لعجلتها للقانطين من رحمتي موجودين مع حضراتكم في إذاعة القرآن الكريم وضفنا لمنورنا دلوقتي هو الأستاذ عادل عبدالقادر رئيس إذاعة القرآن الكريم حيعرفنا على الخريطة المعدة للسادة المستمعين على مدار شهر رمضان وأنه كمان الدور اللي بتقوم به ذاعة القرآن الكريم لكل المسلمين على مستوى أنحاء العالم داخل مصر وخارج مصر برحب حضرتك يا أستاذ عيد حضرتك نورانا وحضرتك بالصحة والسلامة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على من لقب في قومه بالأمين فآمنا به وصدقناه وحمل رسالة السماء فكانت نورا وأي نور كانت نورا أضاء العالم أجمع فكان خير رسول لخير أمة أخرجت للناس وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لقد أرسل الحق سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى أي بالقرآن الكريم ودين الحق أي دين الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وينقذ الإنسانية كل الإنسانية من بين براثن الفوضى إلى مدارج العزة والمجد ليكون الإنسان جديرا بالخلافة عن الله في الأرض لإصلاح الأرض وتعميرها وهذا في الحقيقة هو دور إذاعة القرآن الكريم لكي تنشر الفكرة الوسطي الفكرة الإسلامي المعتدل النابع من قول الحق سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة أيضا ونحن ننشر الإسلام الوسطي من خلال مايكروفون إذاعة القرآن الكريم أمامنا قول الحق سبحانه وتعالى أيضا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد جاء بالإسلام من قبل رب العزة سبحانه وتعالى لكي ينشر الأمن والأمان والسلم والسلام بين البشر جميعا سواء المسلم أو غير المسلم فرسالة إذاعة القرآن الكريم تنبع من كل هذه المعالم والقيم وحيث يعني يرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة نحن نريد أن ننشر هذا الفكر المعتدل والذي أيضا تمثل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاملاته وفي كل شأن من شؤون حياتهم فرسالة إذاعة القرآن الكريم هي نشر الفكر الوسطي تجديد الخطاب الديني المعتدل بعيدا عن التطرف والغلو حتى لا نصل إلى مرحلة الإرهاب هذا هو دور إذاعة القرآن الكريم أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان مثلا أعلى للبشرية كلها حيث شبه وأعظم قومه خلقا وأصدقهم حديثا وأبعدهم عن الفحش متحليا بالحلم والصبر والشكر والعدل والعفة والتواضع والحياء والورع ولم يزل صلى الله عليه وسلم ينمو ويتكامل بدنا وعقلا وأدبا وفضلا حتى لقب في قومه بالأمين فآمنا به وصدقنا وقد تبعه أصحابه في هذا السبيل كانوا لا يبيتون على غل أو ضغينة كانوا ذوي سماحة في المعاملة لا يقابلون السيئة مثلها ولكن يضرؤونها بالحسنة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة بذلك علت كلمتهم وصفى عيشهم وكانوا أئمة في الدين والدنيا ونحن من خلال رسالتنا في إذاعة القرآن الكريم نبغي أن نصل إلى هذه الدرجة العظيمة من الحب والتراحم والتواد والتآلف بين المسلمين وغير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أما في شهر رمضان المبارك فإذاعة القرآن الكريم في هذا الشهر تقدم للمستمع الكريم في كل مكان في العالم مائدة رمضانية عامرة بكل ما هو جميل من خلال ما يكرفون إذاعة القرآن الكريم طبعا فيه برامج سابتة هذه البرامج تطوع لكي تساير أيام هذا الشهر المبارك هناك من البرامج الجديدة عندنا مثلا حديث الصيام قبل قرآن المغرب لكبار المتحدثين الأعلام الذين رحلوا عن دنيانا أمثال الدكتور عبد الحليم محمود فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي والشيخ محمد عبد الواحد أحمد الدكتور جاد الحق علي جاد الحق وغيرهم من مشايخ الأزهر الأجلاء ولا يفوتنا أيضا أن نختار من العلماء الجدد أو المحدثين بعض الأحاديث حتى نطعم الجديد بالقديم أيضا عندنا قرآن المغرب قبل أذان المغرب مباشرة يذاع لمدة 45 دقيقة حافل بالقراء الأعلام مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ محمد عبد الباصط عبد الصمد الشيخ محمد رفعت وما إلى ذلك وبعد قرآن المغرب ومدفع الإفطار عندنا مسلسل درامي هذا العام يسمى سيدة يسرب وهو يتحدث عن السيدة نسيبة بنت كعب الأنصارية التي كان لها دور عظيم في الإسلام وفي نشر الإسلام حتى يعرف العالم أجمع أن الإسلام لم يظم حق المرأة ولم يظم المرأة في يوم من الأيام بل كانت المرأة على مدار التاريخ الإسلامي وخصوصا في صدر الإسلام كانت لها مكانتها الجميلة والرائعة وقد رأينا كيف وقفت السيدة خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته ووقفت إلى جانبه وشدت من أزره وقال صلى الله عليه وسلم أيضا عنها منعتني أعطتني إذ منعني الناس وأعطتني من مالها وأعطتني من كل وقتها حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حينما رحلت سم رسول الله العام الذي رحلت فيه السيدة خديجة بعام الحزن فنحن نريد أن نرد على المغرضين والمشككين من خلال هذا المسلسل الدرامي الذي كتبه الأستاذ محمد عبد السميع أبو النصر وتخرجه الزميلة أميرة بدوي يشارك فيه الأستاذ أشرف عبد الغفور من كبار الفنانين الأستاذ خالد الزهبي الفنانة سميرة عبد العزيز وغيرهم الكثير أيضا عندنا برنامج اسمه رحيق الكتب يستضف هذا البرنامج العلماء والمفكرين وأستاذة الجامعة لكي يتحدثوا عن جهدهم في التأليف والمواقف التي مرت بحياتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم علمي أيضا عندنا الصالحون في رمضان يتحدث عن هؤلاء الصالحين في صد الإسلام وحتى بعد ذلك من التابعين وتابع التابعين إذاعف القرآن الكريم من القاهرة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الأستاذ متولي عبد البصير مهندس الصوت بإذاعة الكرآن الكريم برحب بحضرتك كل سنة وحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة وإحنا برحب بحضرتك في إذاعة الكرآن الكريم وكل سنة وساعتك طيبة وكل الزملاء في صحة وسعادة إن شاء الله إن شاء الله خلينا نتكلم عن مهندس الصوت في إذاعة الكرآن الكريم أكيد بيكون مختلف عن مهندس الصوت في أي إذاعة تانية فعايزة حضرتك تكلمني عن طبيعة العمل في إذاعة الكرآن الكريم والله بالنسبة لإذاعة الكريم طبعا هي بتبس البرامج الدينية فطبعا لها طبيعة خاصة إن شغالنا كله ديني فطبعا بتختلف تماما عن المنوعات بالنسبة لإذاعة الأخرى فطبعا نزعة الكرآن الكريم فيها البرامج الدينية خدت بالحضرتك وفيها طبعا التلاوات الكرآنية إحنا بدورنا بيجي لنا برنامج يومي وقدت بالحضرتك عندي وعند الزميل المزيع وقدت بالحضرتك هو نفس البرنامج وطبعا بنشتغل حسب اللي موجود يعني لما بيجي برنامج بيبعلي إذاعة فما بيستدعش مني إن أنا ديله ميكروفون وقد برحضرتك أما لما بيجي بعد منه تلاوة بديله يقدم التلاوة وقد برحضرتك وبطلع بيها أنا من الميكسر وبعد كده يتخلص التلاوة ببدأ ديلهم برضو المايك وبيختم التلاوة من عندي وبالنسبة لأ برضو الابتهالات الدينية نفس الحكاية إن إحنا برضو بنقدم لها وبنختم وبالنسبة للأزان وهكذا يعني أما البرامج ما بتحتاجش مني إن أنا أدي له ميكروفون وبطلع بيها مباشرة لأنها عليها إيه الشعار إذاعة القرآن الكريم وبتنتهي بالإند بتاحها فما بتحتاجش مني إن أنا يتدخل موزيع يعني فيه دقة في الموعيد يعني ما ينفعش يبقى فيه حاجة غلط ما ينفعش يبقى فيه دقيقة ولا ثواني حتى فيها خطأ لا طبعا بالنسبة للموعيد إحنا بنطلع بحسب الموعيد المحددة بنسبة لكل برنامج لأن طبعا بيبقى فيه عندنا عرض برامج في الصباح كل يوم الصبح الساعة تمانية ونص وخمسة بيعرض جميع البرامج اللي هتزاعة طوال اليوم فإحنا ملتزمين بالبرنامج معين وبالطبع هي غصب عننا بتفرض علينا البرامج كإزاعة إن إحنا طبعا كل التوقيتات مثلا العشر دايق بينتهي في عشر دايق فبتنتهي بنفس الترتيب اللي هو موجود عندي في البرنامج فطبعا إحنا عندنا دقة يبقى فيه مصدقية مع المستمع يعني ما ينفعش مثلا المزيع ينوى عن برنامج الشعراوي مثلا هيتزاعة الساعة عشر ربع مساء وإحنا نطلعه مثلا ساعة عشر أو نطلعه عشر ونص فطبعا مش هيبقى فيه مصدقية بالنسبة للبرامج فده طبعا خطأ يبقى خطأ بالنسبة لإعلاميا وده طبعا من باب أولى إذا كنا تكون ملتزمة بهذا الموضوع وزدور حضرتك عندك هوا هتطلع به دلوقتي بعد الدقيق إن شاء الله بإذن الله هنطلع هوا بعد دقيقة أو نص بالزبط من دلوقتي طيب خلينا في دقيقة بس من غير نص نكلم حضرتك عن طبيعة العمل والموعيد يعني الشفت بيبقى مدته قد إحنا عندنا الشفتات بالنسبة لإحنا كهندسة أربع ساعات في اليوم طبعا عشان طبيعة العمل يعني إيه عايزة دقة شوية وعايزة إتقان فطبعا لابد نكون عدد الساعات قليلة عشان إحنا طبعا نجيد وطبعا أنت عارف حديك طبعا أنت مزيعت هوا وعارف حديك طبيعة الستوديو الهوا إن يكون فيها خزفة عشان كده بيقللوا عدد ساعات الشفتات رضي بالك عشان طبعا التركيز ويبقى الواحد منتبه وتطلع نؤدي أداء سليم ورائع إن شاء الله من غير أخطاء إن شاء الله بإذن الله ربنا يبارك فيك حضرتك بتستعد للهوا دلوقتي حيبقى فيه إيه معنا على الهوا إن شاء الله بإذن الله حسب البرنامج دلوقتي إن شاء الله نشغل دلوقتي طلع الإيمان على الهوا هذا بالحضرتك بعد منه مباشرة من دلوقتي مصحف مرتل للشيخ عبد البسط عبد الصمد من صورتي غافر وفي الصلة خلصت حلقتنا قدمناها لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم هنتابع مع بعض على مدار الشهر الكريم كل الفقرات والبرامج والحلقات اللي بتقدمها إذاعة القرآن الكريم بكده خلصت حلقتنا استنونا بكرة مع حضراتكم كل يوم وفريق عمل جزي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة